أطلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم حالة طوارئ قصوى تجريبية لثلاثة أيام لاختبار جاهزية النظام الكهربائي واستعداد الشركات لموسم الشتاء وانطلق التمرين اليوم في مناطق امتياز شركة كهرباء محافظة إربد حيث تلقى مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة تقارير مباشرة حول حالة الشبكة الكهربائية ويتم التوصل مع غرفة العمليات الرئيسية والفرعية التابعة للشركات في تلك المناطق لمتابعة الأعمال الفعلية التي تحدث على الشبكة حتى إصلاح الآطال ويهدف التمرين بحسب رئيس الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق لحياري إلى تفادي المعيقات في عمل الشركات وتجاوز الأخطاء